اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى تعرف الفرق سألت لك هذا المخطط اللي امامك هذا الـ PNP وهذا الـ NPN طبعا احنا كدراستنا وكجامعتي يعني كمرحلتي ناخذ الـ NPN بكل المساء لذلك انه شرحي راح يكون فقط NPN بس كبقية الجامعات او اذا انت تشوفني وانت مو بمرحلتي فانت من الممكن انت ناخذ النوعين فانت الآن زمان راح اشرح لك الاساسيات احنا هناخذ نوع واحد كدراستيان راح اخذ الـ NPN اما كأمتى من الممكن يجب لك اي نوع من هذاني كبداية انت شون تعرف انه هذا PNP وهذا شون تعرفه NPN الـ NPN تعتمد لي على هاي السهم السهم اذا كان خارج باوع إلى خارج إلى الإي باوع خارج إلى الإي خارج إلى الإي إذن هذا MPM ودائما أنت ويا الخروج يعني ويا السهم ويا السهم يكون إي افتهمنا السهم وين الطرف هذا إي عكس الإي هو الس هنا دائما بي هنا دائما شنو بي اتفقنا أما PMP السهم يكون داخل جاي من الإي ويدخل احنا قلنا دائما ويستهم شنو اي سواء داخل اخر يستمع لك المهم انت تعرفه اي العكس ما لتي سي لان ممكن نجيب لك هيدرانزستر جيب لك ايها بالعكس يعني شوف نفس هذا باوشون يقلب لك اياها فات انت تشوف اذا كان وي الطرف ال اي اه تختبر اذا كان وي الطرف ال اي باع السهم دائما يكون وي الطرف ال اي دائما وي الطرف ال اي باو اذا شوف اذا كان داخل يعني جاي من ال اي ويدخل هذا pnp واذا كان خارج هذا ال اي ليش احنا ش يقول لك يقول لك بال pnp يكون ال ic وال ip خارجات دائما شوف باع هو يجي مننا ويطلع ويطلع التيار باع التيار شان يجي باحس هذا التيار التيار جيته مننا شوف قبل طلع مننا وطلع مننا اما يقول هذا الدخول يجي مننا تيار يجي مننا يدخل ويطلع مننا وكذلك يجي مننا يدخل ويطلع مننا فاذا بال npn دائما يكون ال ic وال ip داخلات اما ال ie يكون خارج اذا عرفناك الاساسيات انه شو نفرغ بين ال np n و pnp هم ممكن نجيب لك اياه هذا او هذا اذا جاب لك او هذا اذا شي راح يفرق اللي يفرق انه فقط بالحروف وفقط بالخروج والدخول اوكي راح اوضح لك يعني شون باعلي هستهنه عندك باع السهم اي صار السهم جاي من فوق داخل داخل شوف دخول دخول اذا دخول شنو pnp شوف pnp هذا الدخول شوف هذا ال ie صار احنا ناسي اما هنا صار انه ال ie خرج خرج لل ie شوف خرج ما دام خروج هاذا شنو npn دهنه زين حسن عرفنا شنو pnp والnpn اللي راح يختلف باعو احس هنا باعو احنا سي راح يختلف انه فقط بالتسميات هنا من راح يكون السي هنا ما راح يكون ال ie هنا هنا احنا بالعكس احنا بالعكشوف ال ie جاء من فوق داخل فالحروف راح يختلفن يعني هي فقط بالتسميات الحروف احنا كشغل نحنا راح يكون دائما هنا هو ال cp وهنا دائما البولتية pe وهنا دائما البولتية pce اما بالpn يشوف دا يختلفه ناصر ال ie بي هنا ناصر pc ناصر ec فبقيت الجامعة تحضروا لي من هذا الشي اذا كان عندكم النوعين اما احنا كشغلنا وطلابنا انت فقط تقرار لهذا ال npn دائما ثابت اعرف انه باوع احنا c هنا e وهنا b انت من حددتلي هذا ال n دائما وهذا تحددلي انه اي ممكن يجيبك كياب المقلوب ما يخالف ما راح يتخربط دائما عندك ال احنا بي ما انه c وهنا b فتقول cp من وين تبلش تبلش من فوق وجوه cp اما هنا مو c وال e هنا فتقوله فولتية c e هنا فوق نوب جوه فولتية p e اه ال v p e هنا هاي لازم تحرفين هاي الفولتيات كل شموم لازم تحددهم قبل ما تحلل اي سؤال والتيار الدائما اذا تريد طلع التيار الاي هو اي سي زاد اي بي هسا اول شي مثل ما قلتلكم انه الفرق بين ال npnp و np هذا خلاصنا من عندي ثاني شي كيف نطبق كيرشوف بال p g t طبعا ويا كل نوع راح نعرف انه كيرشوف مالته شون راح يصير بس ك هو طبعا محتاخذ input و output يعني محتاخذ اللوب خارجي والداخلي ان شاء الله ويا كل نوع راح تعرف شون بس ك ملاحظة نقول لك يا انه احنا الكيرشوف شون ناخذه انه نثبت المصدر موجب والبقية ساب يعني مثلا نقول اه ال v c c راح يكون يكون موجة v c c والبقية نقص اه مثلا الفولتيات الثانية والثاثة والرابعة اه او نقول سال v c c والبقية زائد 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 ان شاء الله راح تعرف شون وهمش لا تنسال الفولتيات ال v p v c p وال v c e كقوانين مهمة وملاحظات مهمة جدا لازم تحفظهم كل الانواع موجودة اول شي اذا ردد انت تطلع ال v c e دائما هو v c ناقص اي بعض من الحروف الحروف مو v c e ف v c nop ناقص v v c ناقص v comp EV IE اي عطني عطني أن بت Vermont او عطني أن haciendo v и v pays Catherine تنسى وملاحظات ال V P I E اتفاقل مو في ذلك الفولات استعمال عطني ما بتأكد ويتكام بoso اي لازم تنسى التيار هناك ضد من انเทرات من الم待って الى التيار مكان يكون من جميع هذين نؤ llevar في المجموعة انها مع助 escalation وهو ليش قال لك IE يساوي IC زاد IP طبعا هاي بنوع NPN زين عندك الالفه يساوي IC على IE كذلك من هذا القانون نقدر نطلع IC و IE شون IE سنضرب الالفه في IE و كذلك IE اذا تريد تطلعها تقول IC على ألفه و كذلك عندنا قانون الخامس البيئة يساوي IC على IB كذلك تقدر تطلع IC انه تقول IC شنو بيتا في IB والIB شنو تجيب هاي هنا و اش راح يصير IC على بيتا زين الالفه اذا تريد تحول الالفه الى بيتا فهذا القانون بيتساوي بيتا زاد واحد و كذلك بالعكس اذا كنت انت هاذا تريد تحول بيتا الى ألفه زين اذا ردت تحول ألفه الى بيتا شنو تحولها انه تقول A يساوي 1 ناقص A طبعا هاي مرات شي يسوي بس السؤال شي يقول انه احنا يطلب من عندنا الالفه و شنو ينطيك البيئة فانت تستعد من هذا القانون حتى تتحول و مرات لا احنا نحتاج البيئة بس هو منطين الفه فانستعمل هذا القانون حتى نحول البيئة زين و عند القانون كلش مهم اللي هو IE يساوي 1 زاد بيتا IB هذا كلش مهم و VPE دائما 0.7 بكل الدوارة سواء انطاكية منطاكية تتفرضها 0.7 ملاحظة رقم واحد كلش مهمة انه التيارات تقاس بالاتي IE تقاس بالميلي امبير IE بالميلي امبير اما IE بي مايكرو امبير مايكرو يعني 10 سالب 6 والميلي 10 سالب 3 10 سالب 3 مايكرو سنعيد انه IC بالميلي IE بالميلي و IE بالميلي و IE بالميكرو دائما المتسعة بال WDC تهمل المتسع ان وجدت تهمل في السؤال اوكي كها الملاحظات الاساسيات هي كشي كافي اليك اريدك اول شيء قبل ما ندخل للفكسل اريدك انت ضابط اليان رجعا لا تدخل اذا انت ما كاتبهن و ما حافظهن وهي سنروح